اشتركوا في القناة المدرسة حكومية عملت تدربة هايلة ورائعة نقلت المدرسة دي من مصاف المدارس الحكومية اللي عندنا بفكرة ما فياش حالة بقى مدرسة فيها تعليم بحق وحي بقى فيها الصبورة الإلكترونية النفس النقلة دي كان عكست على البنات المولودين كل حالة تغيرت كل حالة نقدر نعمل هيا المسألة تبدأ وتنتهي بالإدارة نقدر وإحنا في كل حتى ممكن أي مدرسة في مصر تعمل اللي عملته مدرسة أم المؤمنين السنوية بنات في حلوان أي مدرسة تعمل ده لأن أولئة الأمور هم أولئة الأمور والبنات هم البنات وإذا هي الحكاية كده إنما فيه إدارة وما فيش إدارة بسي أخير يا سيد المال يا رمشان زي حضرتك زي حضرتك زي حضرتك واللي عملته ده أنا رأيي أنه يعني صياغة رديدة أو يعني رؤية رديدة وصياغة رديدة ولولادنا وبناتنا يعني نقدر فنكتشف أنحنا نريد أن نطلع منهم حالات كتيرة جدا أستأذنك نبص على التقرير ده كده الأول وننوري أستاذ المشاهدين وبعدين نبتدي نتكلم فتح شبابك عينك حلمك بقى بين إيدك فتح شبابك عينك حلمك بقى بين إيدك مش عيب إنك تكون إنسان بأي يلون مش عيب إنك تكون إنسان بأي يلون إيه لعيب إنك تكون للغير وعلى مدار ثلاث سنين كل المدرسة السنة الجاية هتبقى صبرات زكية السيد الوزير والدكتور لما جاء اتبهر دي المدرسة ما كانش متوقع إلا موجود في المدرسة حكومية ومعليش بقول تاني مدرسة حكومية بتوفر وقت كتير بدل الكتابة طبعا بيبقى آه بياخد إعداد وقت أكتر في البيت لكن كطريقة عرض هنا وطريقة توسين وإضاح أيضا بقدر أستخدم وأعمل كل التعليقات اللي أنا عايزة أعملها على الدرس اللي أنا تم إعداده مصدقا بالإضافة إلى فتح صفحات جديدة وإضافة المعلومات أكتر صبورة قديمة بتاعت زمان اللي هاتبورد دي بتونشق أجال إنما صبورتنا إحنا بتونشق معلمين إزاي أنا لما يبقى عندي طلاب عندهم الجراءة أن هم يقوموا يشرحوا الدرس لطالبات زيهم وكمان بيت نفسه دي كده بتونشق معلمين طيب الصبورة دي بتغدمني في كل المواد ما فيش مادة بتوعها من الصبور العربي مثلا عندنا قصة وإسلامية مثلا فيه فيلم جبنات تفرجنا عليه شغلنا الفلاشة وشغلنا الإنجليش مثلا جاليبر ترابل جبنا الفيلم وتفرجنا عليه الليسنينج بنسمعه مثلا عندك الأحياء أنا دلوقتي بدرس القلب أجيب صورة القلب بدل ما كل مدرسة تروح تفضل ترسن في كل حصة القلب لأ أنا بجيب بالصورة الأرب وبعرف ولا مين أهلي وأهلك كان عندهم استعداد عليه قوي في الرسم فأبتديت أجيب لهم شوية رسوم وأفكار قلتولهم إحنا عايزين نجمل المدرسة إنتوا رأيكوا قالوا ماشي يمسوا وعلمين أن إحنا نشتغل معهم جبنا شوية رسوم قلتولهم أشوف إيدكم الأول نشوف إيدكم شكلها حلوة في الرسم الأول ونشوف ننسق ونوزع بعد نعمل مجموعة ومجموعة مجموعة ترسم ومجموعة تلون ومجموعة تضرب ألوان والبنت تسيب بصمة وتمدع الرسمة بإسمها عشان تبقى تنتامي المدرسة موسيقى اللي استوقفتني في الحقيقة أكتر شيء في المدرسة هو الدور الفعال لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين مع إضافة المدرسة كان من ضمن المغادرة اللي هم قاموا بيها إن يوفروا في الفصول لبناتهم الصبورة التفاعلية أو الصبورة الذكية مش عيب إنك تكون إنسان بقيله مش عيب إنك تكون إنسان بقيله العيب إنك تكون للغير مدد إدي شفنا تقرير ده من مدرسة أم المؤمنين على الطبيعة الصبورة الإلكترونية شفنا الأنشطة شفنا كل حالة وده إحنا حضراتكم حتشوفوا بقى الأستاذ النبال عمنا معانا هوت مدير المدرسة ونبتدي السؤال بدأت منين الفكرة على الصبورة الذكية ديات وإمتى بتديته الحكاية ديات بسم الله الرحمن الرحيم حضراتك قررت في يوم الأيام إن أكون مدير مدرسة فبدأنا نتكلم بعد إذن حضراتك الأول على في وقت كان فيه مشكلة عندنا في الحوار فبدأت أول سنة كان الاهتمام كله بحاجة اسمها يعني إيه حوار إزاي نعلم الأولاد بتاعتنا طريقة الحوار والفرق في الحوار في الأديان والحوار داخل الأسرة مفروض يبقى إيه إحنا عندنا صمت أسري يعني عندنا داخل الأسرة فيه صمت كل واحد قاعد على جنب بيتعامل مع الفيسبوك أو بيتعامل مع التلفزيون أو بيتعامل مع الشغل اللي بيشتغلوا الوحد فإحنا حسنا إن إحنا دورنا في التربية قوي جدا بجوارده دور بتاع التعليم زائد إن فيه اختلاف بينه وبين أي حد فيه اختلاف فده حاجة طبيعية جدا إن أنا اختلف مع أي حد أنا بشجع النادي وبشجع النادي أنا محب ألبسه وبينك يعني فيه اختلاف في كل شيء في الدين زائد إن كل المجتمع بيحاسب بعض محدش بيحاسب نفسه إحنا يعني كل واحد شايف عيوب غيره مش شايف عيوب نفسه بس فبصدق قررنا نقفل باب المدرسة علينا ده أول سنة استلامت فيها المدرسة وقلت إحنا نشتغل مع بعض داخل المدرسة كأسرة واحدة نحب بعضنا كلنا نحتفل بعاد الميلاد نسلم على بعض نبتسم فش بعض نبقى فرحانين وإحنا رحيين لمدرسة ونبدأ نتكلم والربي يعني حوار ويعني اختلاف ويعني محاسبة نفس فجمعنا فريق من الطلبة ادناه المواضيع احنا منحب الطالب اللي هو يشتغل بنفسه يعني أنا لديك موضوع وانت روح يعمل سيرج عليه ابحث وتعالى أعرض قدامي لما هو بيعد الموضوع بنفسه هو أقوى في التأثير هو مقتنع لأنه هو اللي بيعد غير لما يجيب له دكتور من الجامعة أو أي حد أقول له إلقي عليه لا هو بيتأثر تأثير قوي جدا إنه هو هو اللي جاب المعلومات هو اللي جاب المعلومة فإحنا بنقعد نسمع بقى ونحدد كل حاجة فعملنا مؤتمر جميل جدا في شهر واحد في أجلس نص السنة دي في أول سنة مسكت في المدرسة مؤتمر يعني كل قيادات بتاع التربية والتعليم بتاع الشرطة بتاع الجيش وبتاع الأزهر بتاع الكنيسة حضروا المؤتمر يعني كان حاجة مشرفة إن إحنا نعرف نقصتر فينا إيه في بعض فقرنا إن إحنا نعمل دايلة لوحدنا كده نحاول بخضر الإمكان نقول أنا عيب إيه مش المجتمع عيبه إيه ما نجزء من المجتمع ما أنا وانا 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 أنا وانت وانت يعني كل واحد أنا وانت وهو هي آه بدأنا يباحنا مجتمع فبدأنا نشتغل على نفسنا أحسن فبدأت الجزئية التانية حضرتك إن إحنا نتكلم على الانتماء إزاي نعيش الانتماء فعملنا حاجة اسمها أنا عايز أحب المدرسة يعني أنا ليه بكره المدرسة؟ في ليه حالة نفور في المدرسة؟ المدرسة دي لازم تمارس فيها أنشطة لازم يمارس فيها كل أنواع الأنشطة اللي هي ما ينفعش يعني الدروس الخصية برة ممكن ناخد فيها تعليم وممكن ناخد تعليم جيد جدا أحسن من المدرسة بس دول المدرسة أقوى بكتير جدا في الأنشطة التربوية في الأنشطة التربوية في التربية فلما أقدي الأنشطة مع التعليم يبانى أقوى من أي حد برة فبدأنا ندي كل قطعة من الصور لفصل ونقول له ارسم اللي أنت عايز ترسمه أنت في الفسحة أنت في أي حصة عايز تنزل تقعد في المنطقة بتحتك انزل وعود استمتع باليوم الدراسي بتاعك ابدأ غني براحتك كل حاجة احنا بالقواعد والقوانين بس بالاستمتاع أننا استمتع شفنا إبداع شفنا فكر لأنه هو الفكر كله عند الجلدة أكيد احنا بدأتنا جميلة جدا بس احنا عمنا نركز على العيوب عمنا نتكلم في العيوب وما حاجة بيقول أنا بعمل إيه كل واحد شايف عيوب غيره يعني عمال يوزع العيوب على الناس التانية من غير ما يتكلم طبعا أنت بتعمل إيه يعني دورك أنت إيه أنت شايف العيوب طبعا أنت كلك عيوب أنت كمان فبدأنا نسمع منهم ونستمتع ونشوف منهم إبداعات فنية غير عادية فبدأنا نتطور طب إيه الخطوة اللي جاية بعد كده الخطوة اللي جاية بعد كده إحنا عندنا في حاجة اسمها فيسبوك بقى مشكلة والأولاد قاعدين ما حدش فيهم بيخش على جوجل ولا يعمل بحث في أي حاجة فبدأنا نطلع لإيهنا الدولة العربية كلها من سنة 88 السبورة الزكية في كل الفصول السبورة الزكية دي حضرتك عبارة عن شاشة كمبيوتر شاشة كبيرة أو شاشة تلفزيون كبيرة جدا متصلة بجهاز كمبيوتر في داتا شو أقدر أوصلها بالنت أقدر أجهز أي درس أنا محتاجه عليها الطالب لما يقف قدام الفصل وهو اللي يحضر الدرس في البيت في قمة في الإبداع أن أنا بربي قائد شغلت باله أن هو قاعد في البيت أعمال يبحث ويدرس يعني أنا لما أجي أتكلم على الرياضيات لما أقولي المعادلة صفرية ليه المعادلة صفرية أو رسم الدلة دي ليه رسمها كده أو ليه 2 قصة صفر بتساوي واحد ليه القانون العام ده جيب ليه القانون العام اللي بيحد المعادلة فأي حاجة لما أجي أبحث عليها أنا اللي بيستفزني السؤال نفسه وأنا بحضر الدرس وأنا اللي بحضر الإجابة بتاعته عشان هعرضها بكرة على زميلة داخل الفصل وعايزة بنا أعمل حاجة مختلفة وعمل حاجة كويسة فده بيحضر وده بيحضر وده بيحضر وده بيحضر فعملنا ثورة في العرض فبقى هي اسمها صبورة زكية تفاعلية يعني لازم يحصل فيها تفاعل داخل الفصل الواحد إحنا الحمد لله مستمتعين بإقدارة العمل يعني ما عندناش سلبية ولا في إقدارة علمية ولا في مدرية ولا في وزارة إحنا بناخد كل الإجابيات من كل مكان وبتنصب عندنا فجلنا في أول سنة مدير المدرية وتفرج الرجل كان دكتور في الجامعة الدكتور محمد سيد سلامة فرجل محترم كدا بعد إذنك الطبيعي جدا المدرس هو اللي يشرح أنا عايز الطالب هو اللي يشرح قال لي أنا تحت أمرك أنا نضيف عندك قال لي أنت عايزه أنتقل من فصل الثاني للثالث الطالب هي اللي بتشرح الطالب هو بيعد يعني فرحان جدا لو سيادتك حضرتنا في أي وقت البنت بتطلع الفلاشة من الشنطة بتاعتها بتحطها في الكيسة هو ده الدرسة هي تشنطة بتاعتها يعني شنطة اليد مش الشنطة شغلتها أنا في حالة مفيدة بدل ما كنت حتقومك الدنيا لو ما كنت الساعتين اللي في البيت والأربع ساعات بتابع حالة مفيدة الحاجة المفيدة دي بيشغل بالها لدرجة أنها بتوصل لأسئلة تتعدى حدود المنهج الدراسي عملة تقرأ وعملة تبحث عملة تبحث البحث والمعرفة البحث والمعرفة يعني في الفيزياء سمعتنا قوانين نيوتن وسمعتنا إزاي الصاروخ بيحصل سطح الأرض إيه السرعة اللي تنقذب بيها عشان يحصل سطح الأرض كان عرض قدام ناس من الوزارة والناس من المدرية كان حاجة عرض ممتع يعني إزاي الطالب ده يحصل المعلومات دي فالسبورة دي بدأت إنما تشغل بالنا فقلنا طب إيه المان إحنا عندنا طالبة متفوقة إحنا بنسبها مع بداية سن المراحقة إحنا بنفضل تغطين على الطالب من ابتداء الحد أعدادي وليه الأمر يفضل ضغط عليه ضغط عليه لحد ما يوصل لثالث أعدادي يجيب له أعلى مجموعة ويعمل إيه بعد ثالث أعدادي يسيبه لما يسيبه الطالب بدأ سن المراحقة أنا سيبه في وقت حرج أنا سيبه في وقت صعب جدا ويسيبه المين أنا مش عاولي أنا سيبه المين فبيتفرج على حاجات في المدارس أو حاجات في الدروس أو حاجات في الشارع أو حاجات على الترفيزيون أو حاجات على النت حاجات أنا مش عايزه يتفرج عليها طبما أنت اللي سيبته فبدأت تعمل الاجتماعات مع أولياء الأمور أثناء الأجازة بعد ظهور النتيجة فورا في الأجازة في الأجازة انت نفسك تقدم داخل المدرسة واحنا نفسنا نعمل مشروع معين المشروع اسمه صبرات زكية المشروع ده دراست الجدوى بتاعته بتقول ان انت هتتكلف ما يقرب من 300 جنيه المشروع ده هينقلنا من حتة الحتة هينقلنا من مكان لمكان الحلم كله هو انتماء بينه وبين الدسك اللي انا قاعد عليه ان انا اعمل دولاب للطلب داخل الفصل ان الطالب يحب مدرسة يبقى مستمتع كده وجايل المدرسة جبت الشركة اللي هي هتجي تشرف عن المشروع تقاط معها تعالى اعمل عرض قدام اولياء الامور هتصبرها وتعالى اعمل لهم عرض وقلهم على التكلفة وقلهم على كل حاجة ولو انت قولي ايه ام تحديفت كل الناس ولا كنت بالليل من مجموعات 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 حضر زكي يا صبر ايوب كنت اعمل اجتماع مع كل مجموع توافق اسجل الاسماء وعين من داخلهم هم اللي يلموا هم اللي يتفقوا مع الشركة وهم اللي يقولوا حطتهم في مسؤوليتهم يعني شغلتهم عندي مجموعات جميل جدا جميل جدا ومتعاون وحاجة ممتعة كان على رأسهم الستاذ عاوني فبدأنا نتكلم نقول لو عندك مكان تجيب منه مكان ارخص انا موفرش عليك شركة مشوفت عليك مكان انت صاحب المشروع يعني ده بيتنا ده مكاننا انا يهمني المكان مش يهمني الشركة ولا يهمني ايه فبدأنا ايه نقتنع بالفكرة كل ما يسجل فصل نكون عدد معين ده قولة اول العدد التاني خلاص كم مننا قولة تاني كم مننا قولة تالت كم مننا قولة رابع العملية تها جميلة جدا فقعدنا نستمر عندي ثمان اولاد بقوا ست فصول صبرات ذكية فالعملية ممتعة بقى فيه الطابور البنت عندها جراء انها تقف تتكلم في الطابور انها تتكلم داخل الفصل بتشرح طبعا الجرق هتنتقل لحتى تاني انتقلت وبقت فيه متعة بدلا نخش مسابقات في المسابقات ثقافية يعني مسابقات في عملنا مجلة الالكترونية عملنا حاجات في الموسيقى عملنا حاجات في الابداع العلمي حاجات جميلة جدا نتيجة للصبرات الذكية في نفس الطريق احنا ماشيين في طريق الموازي اللي هو ازاي نعلم الطالب تربية طيب فبنعمل برلمان عايزين نعلمك كل حاجة عشان لما كنت بتشتكي من داخل الفصل من اي سلوكيات في مكان طبيعي تشتكي فيه مش ورق طب البرلمان ده يتشكل ازاي نعمل انتخابات فعلية فبدأنا نعمل الانتخابات فتشكل البرلمان داخل المدرسة طب فيه دستور عايزين نحطه والطلبة كلها بتاع المدرسة توفق عليه اللي هديك متأخرة ايه العقاب عشان لما توقفي مثلا عشر دقايق والربع ساعة انت اخريتي بناء على الاغلبية ان هو ده العقاب لما تعترض على ان زمن الامتحان او تعترض على عقاب مدرسة انها ما جابتش كشكول او كتاب انت اخريتي ده داخل الدستور بتاعك احترم الدستور بتاعك اللي انت كتبتيه بيدك انتو الكتبتوه مش احنا الكتبناه بحاتعلم بعد خد احترمه هو اكبر واكبر واكبر اه يعني يعني زي ما حداك كنت بتقول حالا يعني ازاي احترم انا اشارة مرور مش فاجأة احترمها هحترم لما احترم كل حاجة واتربع انا باحترم كل حاجة يعني مش علم الكبير يعني اعتقد يعني احنا عدنا سن ان انا مش هتعلم تاني لكن دورنا بقى ان احنا نوجه دولة تتعلمه صح فبدأنا نعمل البرلمان واستمتعنا بيه ووصلنا بيه لحد ابواب محافظ القاهرة انه هو يحضر البرلمان معانا يعني الناس كتير في الاضارة ومدرية والموجهين كلهم كان بيجوا يحضروا ونسمع القراء والمناقشات وعشان يبدأ التوجيه بتاعنا توجيه صحيح واحنا داخل الفصل بنتفرج على منورات غير عادية من ابداع طلبة يعني البنت داخل المدرسة كل يوم الصبح بعد اذنك لازم تحضر معي لازم تحضر معنا الحصة ليه؟ انا محضرها درس النهاردة في اللغة العربية في ابداع هتتفرج على قصائد شعر وتحضير درس ممتع الله فنخش الفصل نستمتع فبصدق يعني هي تجربة فيها متعة لان احنا العمل بتاعنا احنا عايزين احنا لنستمتع بالتربية دي بالناس دي بالطلبة دي بالجيل ده هي دي بلدنا يعني هي دي بلدنا اللي احنا عاملين نبصه ونكلم ونشتم في السلبيات والعيوب والمشاكل كلها وستيبين الجيل ده سيبينه المين ده أبسط دور لدور المدرسة هو ده يعني هي دي المدرسة هي دي التربية بتاعتي ما دورش على ان انا مش لاقي طلبة مش لاقي ناس مش لاقي مناهج دور كل حاجة واعمل كل حاجة وما تخلفش قوانين فبدأنا نفكر في تفكير جديد ازاي تربط طلبة الجامعة بطلبة مدرسة طلبة الجامعة يعني اتعدى سن المراهقة وعارف سلبيات المرحلة وقريب جدا منها والطالب المتفوق جدا يقدر مسموع صوته مسموع وقدوة بالنسبة لللي اصغر منه يعني انا لما اقول له توجهات ما انا تعبت منك وتعبت من اللي في البيت وتعبت من قريبي لكن اللي قريب من سن ده وهو متفوق فبدأنا نجيب الطلبة المتفوقة داخل الجامعات يتكلموا يتكلموا طيب في فريق نفسه يخش كله طب بدأنا نعمل فريق اسمه فريق كله طب فريق كله طب فريق كله طفل جميلة فريق كله طفل تطبيقية فريق كله طفل هندسة استمتع بالفرجة عشان طب انا عشان اخش الكلية دي احبها ازاي وسأوها لازم انامي الفكرة ان انا حابب الكلية فابدأ اذاكر عشانها فابدأ اقتنع ان الناس دي اللي داخل دي مش احسنيني فاك تفوق عشانها تفوق عشانها طب الناس دي عامل ايتيه عشان تخش الكلية دي عامل زيهم طب الناس دي اخطأت في ايه ونقصت بعض الدرجات احاول انا كمان مخطأش الخطأ وتعداهم واسبأهم فبدأوا الشباب يكلمون كلام جميل جدا ان زكاة العلم علم زكاة المال مال يعني الشباب بتاع الجمعة نفسهم ازاي يعني يتدي العلم لحد وتدي له النصيحة وتقول له حاسب ايه انا اخطأت في واحد اتنين ثلاثة انت تعدى المرحلة دي فبدأوا يفهموك كويس جدا طب عايزين نعمل معرض بقى بالكلام ده نعمل بيه معرض حلو انت ما عندنا الفكر كده فبدأنا نفكر في معرض اسمه معرض البحث العلمي سمناه معرض الزكاءات المتعددة عاديين نخبط على كل المجالات مش مجال واحد بدأنا المجال اللي هو بتاع نقل الصوت عن طريق الليزر يعني وانا بكلم حضرتك كده الصوت يتنقل يروح اي مكانة يتنام يحتاجينه صحيح ممكن الاولاد يقول له اه ممكن اولاد سنوي واقوله الجامعة اعملوا ده اعملوا قالوا هنقل لك الصوت في اي مكان انت محتاجه ده مش كده قال ده انا هنقل لك المعرض بس مباشر زي اي ماتش كورة بس مباشر على كل القنوات على كل المواقع هعمل لك صيد عن نت تنقل بس مباشر وانت في المعرض اعملنا حاجة اسمها دواير مثلا المريض يعمل تباول لا اراضي ينزل يروح لغرفة التحكم ان المريض اللي في الغرفة رقم 70 حصل له تباول لا اراضي اتنفزت اعملنا دايرة اسمها دايرة دي كلها اختراعات الولاد البنات اللي عملوها اه كل دي جبنا طلبة من حلوان كلها من جماعات وطلبة من حلوان كلها من منطقة السكانية بتاعتنا كلها من كل مدارس سنوي يعني ما اكتفناش على المدارسة بتاعتنا وسعنا النشاط بتاعنا الى كل المدارس فبدأنا نقول ايه يعني عايزين نفهم اكتر ان احنا لما ننفذ المشاريع دي مش شرط حتى يكون فيها برقة اختراع بس يكون ان السن دا يفهم التواصلات والدوير دي كلها يبقى حابب كده ده قمة في الابداع بادوا اوليان امور يتفاعلوا معانا من ضمن الدوير ازاي مثلا الحرام يخش جوا شقة فيقطع الخط بتاع الدائرة الضوئية الدائرة الضوئية توصل رسالة على الموبايل لصاحب الشقة على طول على الموبايل اه 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 يعني ممكن ايه وصلها هو الاول بكهرباء بلمبة وصلها بعد كده بجرز وصلها بعد كده على الموبايل يعني متوصل على رقم موبايل الاولاد بدوا يفكروا تفكيرات تعدت حدود انا يعني انا مش فاهم يعني هما تعدوا الحدود بشكل ممتع عملنا الكلام ده كله في معرض اه طبعا بعدنا تعوى السيادة الوزير اه بعدنا تعوى المدرية الناس كلها متعاونة معانا واحنا مش محتاجين اه غير ان حد ييجي سقف يعني يعني يكون اننا قعد مع حضرك ده شرف لنا كلنا لا زي ده انا لانا لانا اللي بتشرف على الحقيقة وانت كده يعني انا طول عمري عندي قناعة ان ان احنا نقدر انت النهارده مش رفعت معنوادي حستني ان انا مكنتش بدم في ملطة وحست ان احنا وانا النهارده وانا بتكلم بقول اه دي مدرسة اي طب ما نقدر نعمل ده في كل حتة تانية نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده نقدر نرجع الانشطة تانية للمدرسة المصرية الوطن ان حرم من المواهب بتاعته اه سيد العمال احنا بقنا الى اربعين سنة حرمنا بلدنا من مواهبنا في الاربعين سنة دي والله اعلم غد امتها لازم ترجع الانشطة هي اهم من العملات العلمية في تقدير انا لان انا مقتنع بدا تماما بس انا عايز اسأل حضرتك عشان الوقت بيلري والاسف يعني اول حاجة احنا ازاي عايزين ننقل عايزين كل بنت من عندك ما كل بنت من دول عاملة انا رأيي ان دي عاملة زي كنز يعني كنز ازاي البنت دي عايزينها تبقى بقى هي دي نقطة منورة في بيتها يعني تبقى نقطة منورة في البيت بقى فوقها ونسها وتحتها تبقى هي تبتدي تي عايزين نعمل ده وعايزين نشارك انا بقولك عايزين نشارك وحنلاقي ناس تشارك النهاردة تخيل انت عند حضرتك فوق الالف بنت تخيل لو انا عملت الف نقطة مضيقة شوف بقى في حتة بحلوان انت حتمور حتة بطريقة غير عادية لانه السن ده هو اكثر تأثيرا على اي حالة عايزين ننقل النقلة ديت يعني بعد اذنك السنة ننقل بره بقى احنا قدرنا خلاص تخلي ده المدرسة دي ما شاء الله كل حالة بعد هذا الانتماء عايزك انه انا بدا من تميت للمكان ده انا انتماء حيكبر شوية لغاية ميكبر لبلدي للوطن فانا انتماء ده بقى عايزين نروح بقى كلهم في مكانه في بيته هل نقدر نعمل ده وانت اصلاك انت نفسك هادي كده وبالراحة وفاهم الظاهر انك تتعامل ازاي ده ما عاربش انت بتاع الرضيات انما انت بتتكلمه كله علم نفس يعني ازاي انك عملت ده انا مش عارف الحقيقة انما من عند ربنا اه طبعا اللي ده علم يعني ده علم نفس هلنقدر نعمل ده دي نمرة واحد نمرة اتنين لو في امور انا بناشد فيه 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 الناس كتير من اهلنا اللي موجودين هيقدروا يسهمه ممكن حد يقول انا ممكن وفيه عشر بنات مش قادرين يبقى انا بشيل العشر تلاف عشر بنات انا في يومين تلاتة حدبلي يعني انا اخي اتبه لك انا شاي لعشرة عشرة في تلاتة تبقى تلات تلاف مش كده ولا تلات تلاف انا شاي لعشرة عشان احنا عايزين نكون اولى كام بقى اللي حتكون ولا تانية كام اولى سابع اولى سابع ان شاء الله وحقول للاخ العلاق الكحكي رئيس الشبكة دي امار معزوم اللي هنا ان شاء الله حنعملنا فصل بازن الله اقول يا رب كده ان شاء الله بس اهم حل عايزين نطلع للمجتمع طبعا الكلام حضرك منطقي جدا واقع جدا وهو ده حلم كل مصري بيحب البلد يعني احنا بنقول للشباب اللي عندنا في المدرسة البنات بلدي دي هي امي امي دي هي احب انسانة ليا مهما كانت من من كل ما فيها من عيوب او مميزات هي امي فازاي ان انا اتخلى عنها وازاي اقول ان فيها واحدة اجمل منها محدش بقولها اي واحدة اجمل من امه فهي امي فبدأنا نرجع القيم حتى الى ارض الواقع يعني بدأت الفكرة كلها فكرة طلبة طلبات يعني ان انا مثلا اقول في قيم القيم اللي وقعت مني الصدق الكذب الامانة الامانة كل القيم بدأنا نجيب القيم الضمير يعني بدأنا اول اسبوع بالضمير يعني ازاي يعني مين ده الضمير وازاي الصدق هو اللي هينجي ازاي منها ماكذبش يعني في كل المواقف وكل حاجة احنا بندي المعلومة للطالب للطالبة وهي اللي تبدأ تعد وتبدأ تزيع وتبدأ تتكلم فاكيد طبعا التجربة دي تجربة ممتعة جدا ان احنا نقول ان انا خرجت السنة ان شاء الله هيبقى اول دفعة تتخرج هيبقى فيها اوائل جمهورية وده وعد ان شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني اوائل جمهورية هيكون من مدرسة ازاي الناس دي انتشر الداخل الجامعة ما هو ده الانتشار الطبيعي ان انا ما استعجلش على ان انا اقول بسرعة المجتمع كله هيبقى عنده ضمير بس انا عملت الدايرة اللي انا واقف فيها اوام احنا عايزين نطلع بالدايرة دي من المدرسة عايزين نطلع بيها للمكان المدور للمدرسة عايزين نعمل عايزين كل بنت تبقى ها دي النقطة المنورة في الحتة اللي هي فيها انت ما تستهونش لما يبقى عندك البنات الف ولا اكتر ولا ال ده يهدو ده يبنو يبنو بلد ده دول ممكن يغيرو لنا شكل حلوان دي كلها ما هو القضية ان انا اروح للشباب واسمحهم وديهم الفرصة بتاعتهم البلد دي هتطلع بسرعة غير عدلية معنا دلوقتي نعمل ده انت قد تتربه لان احنا انا بحاول من خلال عادية مع ساتك دي عدوى عدوة نجاح عايزين ننقلها انتقلت عندنا لمعظم مدرسة ادارة احنا عايزين دلوقتي ننقلها لكل مصر كلها لكل مدرسنا في كل حد وعايز اطلع بقى دلوقتي من داخل من المؤمنين بقى لأ ده نحا تقول اطلع برا انا عايز اشوف البنت دي اللي انت عم ربطوها اللي دي وتفعلت معاكو دي هي احتمل زي برا لان هي هتلاقي بعد عشر تيام عملالك عشرة زيها من التحتية اللي صغر منها ولا اكبر منها تمام عايزين نشوف ده كده وحتبعه حتشوفه وانتبعه لا بدأت مدرس مدرس في مدرسة في حدائي القبة بدأت تيجي تعمل توقامة معانا ومدرس في المعادي مدرس خاصة مش بدأت تيجي تعمل توقامة معانا واكيد زيارة الوزير سيد الوزير اللي لنا في المدرسة اكيد برضو كانت حاجة مشرفة جدا ان هو ييجي يسقف للبنت داخل الفصل يعني عامل حافظ ايجابي جدا بالنسباننا كل دي بالنسباننا كانت بننقل فيها العدوى دي للمناطق اخرى يعني انا لما انتقل بالطلبة بتاعتي اروح مدرسة في حدائي القبة او اروح لمدرسة في المعادي ومدرس خاصة يعني المستوى المادي او المستوى بتاع الطلبة مرتفع واحنا مدرسة حكومية وعندنا من الثقة ان احنا نعرف نروح في اي مكان بدل العلم خلاص بقى فتحتوا لامم امم الامكانيات والتقاط اللي عند البشر فتحتوه واش عايبال فالانتشار ده هيجي من الزيارات دي ان احنا ننقل التجربة بتاعتنا للمعصرة للمعادي لحداء القبة يعني ننقل للمناطق عن طريق تبادل الزيارات فده يبقى مشروع قومي للوزارة نفسها انها نعرف ننقل احنا الكلام ده للمدرسة الاخرى ومناش حدود هي دي اللا مركزية اللي في التعامل اللي عندنا في الإدارة طبعا فيه لا مركزية في كل شيء طبعا ما تخبطش في القوانين بس ابدع انت عندي نقص فيها في اي حاجة بس استغل الكلام ده واشتغل وريني الانتاج بتاعك اذا كنت انت عايز تتحاسف في يوم القيامة لكن لو انت عايز كرسي تتنطط عليه من مكان لمكان دور على اوراق وهو زائل وفي الاخر مش هتكون وفي الاخر ما فيش اي انتاج لكن احنا بصدق التعامل مع الامكانيات اللي موجودة عندنا لما نيجي مثلا مديرت الزيارة تبنت مشروع اسمه علمونا في مدرستنا ازاي نحب مصر بدأ المشروع يتنفس داخل مدرسة الادارة كانت فكرة جميلة جدا من مدرسة الادارة طبعا حاجة ممتعة جدا فجايت دور علينا احنا عايزين نعمل مشروع فبدأنا طيب هنجيب قماش ابيض كبير والبنات تبدأ تلون تعمل العالم بأيديها تلونه بأيديها يبدأ انا حبيت عالم بلدي لما قولي النشيب بتاع بلدي وانا قول تحقيق العالم لبلدي ده انا اللي لونته يعني انا اللي اختناعتم هي فحاجة جميلة جدا يعني حسناها وإحنا في الجيش حسناها وإحنا في المدرسة السنوية العسكرية حسنا بالانتماء ده فالانتماء هو اللي بيرجع لنا هو ده اللي احنا افتقدناه فبنحاول نحن رجع لهم فكانوا مستمتعين جدا بدأنا نجيب الشرطة متمثلة والجيش متمثل والأزهر والكنيسة يبدأ يقفوا يشغلوا معنا ازاي احنا بنحب البلد بدأنا نغني للبلد دي البلد هي اللي بتغني للبلد فطبعا كانت حاجة فيها إبداع إن هم يعملوا العمل بأديهم العمل ده لما أنت اللي بتعملوا بنفسك برضو يعني كل شوية هنردت نفس الكلمة لما هم اللي بعملوا العمل بنفسهم هم اللي بيحسوا بالمتعة هو ده الجمال اللي عندنا إن احنا بالربي قائد مش هيبقى إنسان عادي فيما بعد القائد ده إحنا هنستمر معاه داخل الجامعة لأنه إحنا معه الجامعة مع أولادنا بدأوا يخططوا إن فيه مؤتمر كبير جداً في أجازة مص السنة إن شاء الله على نفس البحث العلمي مع حاجات جديدة في التنمية البشرية اسمها يعني إيه تسامح واعتذار ليه ما معرفش أخش البيت أقول لبابا أنا آسف ولا للماما أنا آسف أنا يعني ليه أنا بستكبر فيه حاجة اسمها إدارة الوقت بنفتقدها جداً في كل تعاملاتنا بدأ الفريق بتاع إدارة الوقت يعني طلبة متفوقة جداً في كلات هندسة بدأ يعمل كتيب لزميله اللي في السنوي سماه كنت مكانك كنت مكانك في سنوي علمك إزاي تتعامل مع إزاي ما تضيعش الوقت إزاي بتدير الوقت بتاعك إزاي تتعامل مع الموات الدراسية أي طالب بيحتاج أي حاجة بيلاقي قائد من الجامعة بيجي يتتصل معاه إنتوا عاملين تجربة رياعة لا مش هكامل ده أنا حاجة أعمل بعد إذنك يعني حاجة أعمل حلقة ونشوف على الطبيعة وحاور البنات بتاعكم نمال دول على وعد من حضرتك أساس نمال يعني إن إحنا بإذن الله عايزين ننقل يعني أنا شايف كده إنك إنت الضرر البناتك الحلوين دولت إن دول ما تطلت كل واحدة من دي حتبقى نور كتلة نور حتى فممكن يبقى إحنا بين يوم وليلة حي بحاله حيتعدل ما هي كده حي بحاله يتعدل هم حنعمل ده معلش أن الوقت خلص أنا بشكر حضرتك بيداً سيد نمال عبنان مدير مدرسة أم المؤمنين سنوية بنات أم المؤمنين سنوية بنات أنا بقول مدرسة عملة الربا لا مسيلة لها في أي مدرسة في مصر أنا بقول ده أنا ضمير مرتاح وليس مداملة لهذا الردل أنا شخصياً بعد ما سمعت من حضرتك أنا مبهور بيداً وبقولك يعني ربنا يباركنا في صحتك وربنا يوفق وإزاي ننقل الكلام ده كله وأتمنى على آخر السنة يبقى إحنا الألف بنت الألف وثلاثمائة بنت اللي عندكم دول بمصدر إشعاع في حلوان كلها ده إحنا ممكن حلوان كلها تتنقل من حل لحل بشكر حضرتك بيداً وقريب بيداً حكون إن شاء الله بنصور عندنا حضرتك في مدرسة شرف لينا حضرتك سيدنا مال عبدالنين بشكر حضرتك لكم بشكر حضرتك وتصبحوا على خير